النقطة اللي بنكررها التالت ماتشع التوالي قالوا هي انه منتخب مصر سيء جدا 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 في دفاع العضيات والجملة اللي قلتها في اول نبراه انا متذكرها كويس جدا بعد مبارات منتخب مزنبيق قلت لعبة منتخب مصر في وسط الملعب بيفتكروا متأخر انه محتاج يخش منتخب الجزاء وانه عليه دور يعمله والغريب انه الهدفين اللي استقبلناها من النهاردة تقريبا نسخة كربون من الخطأ اللي بيقع فيه لعبة وسط ملعب منتخب مصر والاسف انه كانت اللعبة مختلفة فانحنا مش هنقدر نحملها اللعب بعينه انه هو المكسل في الضغط ولكن المشكلة الاسية فانه المرجعية عند لعبة منتخب مصر غير واضحة تماما لو عملنا سيناريو تخيلي انه اللعبة بتاعت الهدف الاول او التاني بسميها زي ما تسميها انه في الحالتين كان نفس الشكل تقريبا انه كانت لعبة منتخب كنفيردي بتكون خلقة زيادة عددية على طرف من اطراف الملعب ولعبة وسط الملعب بتستحوز على الكورة وفي الوقت ده لما الكورة بتروح على طرف من اطراف الملعب بيخرج الظهير الدفاعي اللي قريب من اللعبة بيتبعه المدافع اللي قريب لللعبة الاخر علشان خطر يقفل المساحة اللي فضاها الظهير بخروجه وبالتالي بنكتشف انه فيه لعبة اتنين او تلاتة بيخشوا منطات الجزاء وبعد الكورة ما بتتلعب عرضية بيكتشف وسط الملعب القريب من اللعبة انه محتاج يخش يملى الفراغ ده او انه هو يملى المساحة اللي قدام خط الدفاع بتاع منتخب مصر علشان الكورة لما ترجع لبرة تلاقي حد قادر يدفع عليها في المرتين كانت لعبة منتخب بفيردي بتجد سرولة في استلام الكورة في المكان ده وبعدين بيكتشف لعب منتخب مصر انه محتاج يضغط في اللعبة الهدف الاول الحمدي فاتحي دخل متأخر جدا في ظهر الرجل اللي سجل الهدف في لعبة الهدف التاني امام عشور كان موجود في ظهر الرجل اللي سجل الهدف التاني وبالتالي في كل مرات كنا بنلاقي نفس المشكلة لعبة منتخب مصر مش عارفة انها محتاجة تخش مدات الجزاء علشان تكمل دورها الدفاعي وقت العرضية وده بيأكد انه الاسماء مهما تغيرت هيظل المشكلة واحدة لانها مشكلة مبادئ مرجعية واستراتيجية بيختفي عنها او بيبعد عنها من منتخب مصر بسبب مؤكد بالنسبة لي قالها وهو ري فيتوريا اشتركوا في القناة